لو الحكاية فيها هنّا فيديو جميلات ، حيث بكثيرًا عدّت لكي السعب الأساسي طبعًا مخصة الإنفلات الأمنية والشوهنات اللي بتيجوا من برا أخلت كلمات كبيرة عن المخدر تخش السعب الأهم أنا وهو البلاد الأخرى تبتيجوا نصنع فيها تراملول زي الصين والهند نصنع بأسرع أعرف أن هناك ترامدول إسرائيل وده داخل مصر في الكارسي هو كله كارسي لأن الترامدول كله المتخرب دوت مش معروف مكونات ليه مش معروف يتعاني كله مش معروف الوادة الفعالة فيه مش معروف مضاف عليه عشان كده المشاكل التي تظهر على المتعاطي مكانتش بعبودة حبل كده تنبيه الأعراض اللي هنشوف مثلاً في الشرق أعرف اللي ده شارك ترامدول هي زيه زي الجميع معروف الخطرات يعني الأعراض من الشاب اللي بيعاني من الإنمام أعراض واحد هتلاقي تركيزه ابتدى يهل مشاطه ابتدى يهل النوم يهل ما يزيد يهل ما يهل الشحية يهل ما يزيد يهل ما يهل ابتدى يهل ما يهل ابتدى يهل ما يهل يهل ما يهل ما يهل وينفذ على أهل ويهل ما يهل ابتدى أعلاقاته مع آخرين تتحطم وخاصة العلاقات الأصرية كل هذه أعراض تقول الأصر أخلي باتك إن فيه مشكلة أعلاقاته أشكال التقاطس بتاع الترامدول مثلا هي المحبوبة بس ولا كانت حقاة؟ أول حقا مش موجودة مش موجودة في السوق المتداول هي موجودة كعلاق دي طبعا بدوى الأول مخدرات دي ما تصرفش إلا برجلتة مخدومة بكاترة الأوراق أو بكاترة المخوة العصر إنما إنه الترامدول دي استعمال طبي كمسكن للألم في الحالات الشديدة زي السلطان وبعد العملات الدراحية إن المريض ما بيتحملش فيها الترام ولا مسحكنات العادية فالترامدول دي استعمال طبي في الحالات الزاكرة تريد أن أسأل حضرتك عن الأعرض التي تعرض لها التي تعرضت الترامدول ويقولون أصدر الصحال والتزن علي لكن الترامدول هي بيعمل حفتين وهميين بيزود المشاكل جدا من نسبة للمتعاطم من النوقع بيحسي بقى زر حصان لذلك تبدأ يمون تتشر مع الأصحاب المهن زي الصناعية زي السواين عشان يقدر الواصل السوائع على الضريع 10 أو 12 ساعة أو اليوم أو اليومين والصناعات اليدوية التي تعتمد على العضلات وعلى اليدين لأنه فعلاً هو يزود بعض الافرازات داخل الجسم ويزود الاحتمال على الأرض ويجعله ما يخسش بالأرض ولكن هذه الزيادة زيادة وهمية بمعنى أن الأوجه بطل دلوقتي مش هيقدر يتحمل الأرض لأن الجسم تعود على المستوى معين من الهرمونات التي تسكنها لا يمكن أن يصل إلى هذا المستوى إلا بنفس المخدر لكي يحدث قصة للتعاون ويخش بالإدناء وهذه برشانة أبترين أعرض مستوى على الترمدور؟ هل هي نفس التعاون والنفس المخدر؟ لا، أبترين حاجة والترمدور حاجة أبترين حاجة أبترين حاجة أفزع من الترمدور فأسروا على الإبترين تعاطين لا، هم الاتنين لا يوجد شيء أسمى أسود من بعض الأبترين حاجة يتحب فيها مثل حالات الصرع أو حالات زيادة الكهرباء التزمى المخدر، فهذه حالات حاجة ويقوم بإمكانه وأولاد الترمدور يأخذ الإبترين لأنه يخش في نوبات الشمالات من الترمدور يأثر على الكهرباء المخدر يأثر على الكهرباء المخدر وده الطبيعي الترمدور الطبيعي المتصنع هنا ومعروف مكالونات المفروض لا يحصل إنه يحصل معه المتهرب في الصينة والهندي لأنه ليس معروف مكالونات فهيبتدى المريض يتخش خاصة مع الكهرباءات العالية من الترمدور يبتدى يخش التشارجات ويمكن يخش في غيبوبة نتيجة أن الترمدور يأثر على الكهرباء المخدر ويمكن يخش في غيبترين مع الترمدور طب هارف هي أحد بياخد غيبترين بس لمجرد أنه ياخد برشام يعني؟ نعم بيحصل ينعف الكيميا كل الأدوية الخرعة في المواد الكيميائية الموجودة في المواد الكيميا أصاره بقى زي الترمدور ولا أصار التانية؟ نفس أصار الترمدور نفس أصار الترمدور لو أخذ المحتلال مع أدوى تانية علاجية هناك جراءات هناك جراءات هناك جراءات المريض مثل الإبيترين هناك جراءات المريض ولكن هل أن تتزاعد عن هذه الجراءة المريض هل سأل حضرتك عن ما هي الخطوات التي تبعها المتعاطي أو متعاطي مبتدئ لترمدول أو أبتريلا أو أي نوع من أنواع هذه الترمدول أنه يعملها لكي يطلع عن مشروع الترمدول لأنها تتردد الجواب أن الربنا موجود وربنا ترى أنه تفري الكثير جداً حبل معه أي خطوة غربة لا أستمر في التعاطي لا يجب أن نقوم بإعترف أن الربنا موجود وأن الربنا ترى أنه ترى كل لحظة وكل سنة ثانياً، الإقلاع عن الترمدول ليست مستحيل يعتمد على الإرادة من الشخصي مع حد الإرادة وخاصةً لا يوجد أحد يأخذ إلى رمضان لا يوجد منه لأن الأسف يتفرز عن طريق كلا فممكن يؤدي إلى فشل كبد ويتكسر في الكبد فممكن يؤدي إلى فشل كبد ويعيبوه بكة بدين والمريض يروح فيه يؤثر على الجنس ويأتي في الأول فيه بعض المرضى بتاخده وبعضهم يمجع به لأخرى أعمالها الجنسية ولكن عمالها الضويت يؤدي إلى فشل في الانتصاب بالنسبة للراجل ويؤدي إلى فشل للعملاء الجنسية تماما بالنسبة ل الرجال ولم يؤثر على هذا ممكن يؤدي إلى كرحة في جداره بعد ولا أحد يمكن أن يصبح على المستقبل لإمكانك من مستقبل لا يمكن أن يؤثر على الجنسية حول مكانه إنه يوجد إرادة لأنني أريد إرادة لأنني أريد مشكلة أريد أن أجدها لأنني أقترعت أنني أريد مشكلة وهو خلاص وهو ليس أحد حاجة التبطيل كما أقول لك ليس صعب التبطيل يعتمد أن المريض المطمئ يتوجه سواء من السجمات الحكومية وحدات علامة الإدماء أو الأطباء النفسين في العادة الخارجية يمكن أن يأخذ علاج السمر من أسوارين يمكن أن يزيد شوية مع نظام البزائل معين في الفترة دي هيقدر أنه خاصة بيأخذ أدوية وتضيع علامات الإنسحاد إنه مشكلة المدن الترورون ميجي واقع اتحرض لحاجات شديدة جدا خلية رجعتين ما بينامشي ما بينامشي ناخ خلاص ما بيأخذ أدوية يعني لو واحد بيأخذ أدوية فبطل فجأتها لديون أدوية تمنى على البترة الإنسحادة يعطي ناخ خلاص في علامة شديدة جسمة تنميقه في في الجديدة ما بينامشي النهائية تكسير في جسمه مش هل يتحرق مش هل ينزل مش هل يأخذ أدوية فالعدوية اللي بيأخذها في فترة العلاج تضيع علامات سبيعة العلاج في الإنسحادة هل من الأسباب الأساسية ساعر الترامدول لما بيكون قلالي لذا بيجاء الشغل؟ طبعا طبعا أنت الحاجة سهل يعني مخدر سهل الحصول عليه أي مكان هو رخيص متدين لا لا خمسة جنيه أو ستة جنيه تقدر تجينا وكمان الترامدول بيديك كزا حاجة بعض يعني يعني بيحسوا الكوة بيحسوا المشارط بيحسوا المشارط بيحسوا المشارط هو تتخلص من القلم وفي نفس الوقت لو هو متجوز وعايز يستمتع العملية جنسية ويقوغل معه العملية جنسية فبينتي حاجات وهمية كتير جدا من المتعادل فبيخليه يحقق العريس زيادة ويزاود القراءات ويوصل رضحات متقدمة بالإرمان هل تخبرتك أنت تقوم بتقولها لكي تقوم بتقولها لكي تقوم بتقولها لكي تقوم بتقولها ضعيف 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 جدا يعني للكفلات الأمني كانت السبب كبير جدا في انتشار الترامدول وكميات كبيرة بهذا الشعب التوعية الرئيلة التوعية نفسها للمريد والشعب والشعب والناس اللي هم معرضين لإدمان يعني دول أخطر ناس يعني في فعال المجتمع المعينة التعلم من وصل الإدمان بيبقى أسرع بكتير يعني الناس في المناطق الشعبية اللي في العشوائيات الناس السن المراحقة في المدارس الأصحاب الحرف السوائيين الناس دي معرضين تعرضوا أقوى من يوصلوا لي ما مخصصة على حاجة زيادة فإنك أنت تحافظ على مكان فيه